مرحبا بكم في برنامج خواليد وكانت الوالدة دائما كتخلي لي الفلس باش انا نشري هادي مخدير قلت لي انتاز سيمونير غازين قد حرع لي القرآن باسمنا الرحمن الرحيم مرحبا بكم في برنامج خواليد في يوم من الايام كالعادة زرت مدينتي العتيقة تارودانت وانا كان نمشي لتارودانت مرة مرة وكان نحاول انني نظر فيها ونشوف المناطق اللي كانت عندي معها ذكريات المهم واحد المرة كانت مشاهدة واحد الواد ويبلي واحد الزميل من زملاء الدراسة قديما يعني في الابتدائي وفي الاعدادي وجالس حدى الواد فقلت انا مشي نطمئن عليه ونسؤل فيه ونتذكره الذكريات القديمة وكذا ومشيت عنده وانا قلس حدات السلام عليكم وكيف حالك اخي رشيد بخير الحمد لله وقلسنا ثم بدأنا نتكلم ونتحدث وفي حديثي معاه جبدنا الكلام عن الله سبحانه وتعالى عن اسماء الله عن الرزق عن كذا عن الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم بدينا كنتكلموه كنتكلموه قريبا واحد عشر دقائق واحنا وانا كنتكلم معاه فاخر الكلام فاش بغي نغادر ونخليه قال لي يا تخيل اسي خاليد بغيت نقول ليك واحد كلام قلت لي تفضل قوله شنوه قال لي تخيل انا قلس حداد الواد وتنفكر وكنشوف فيه لانه متجهن بعينه الى الواد كيشوف الواد وفي القاعد ديال الواد قال لي انا قلس هناش حال كنفكر في ماذا؟ كنفكر فينا بلاصة غادي انطح باش انطح ونموت وما نبقاش على قيد الحياة منين بلاصة غادي انطحر كنت افكر في الانتحار انت جيتي بجيتي تتكلم معايا حيتي في اشي امور اللي كانت صافي كنفكر انني انطح ونموت انطحر ثم جيتي كنت تتكلم معايا ونقلتني من الشي وغيرت الفكرة بسرعة فجزاك الله خيرا انا بصراحة جنيدك شي غريب لانني ما كنت كنت توقع بان هذا يعني يفكر في الانتحار وانني انا غدين جي نقدو كذا انا تشير الله عز وجل الذي اراده انا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول فيه ايما قوم جلسوا مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم الا كان عليهم تارة يوم القيامة يعني حصرة وندمة اي مجلس كنت فيه الا اذكر الله عز وجل وذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ثم تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ان الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه والمتزاورين فيه فالإنسان المؤمن ينبغي له أن يحرص على زيارة أخيه وأن يبذل لأخيه وأن يحب أخاه وأن يجالس أخاه في الله سبحانه وتعالى هذه الأمور تعيننا على إنقاذ إخواننا وإخراجهم من الأفكار السلبية لما يكون سبب في الانتحار ديرهم فلذلك قولوا للناس حسنا كما قال سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة